وزي ما اتكلمت يا كابتن سلام عايزين نشوف مباراة مباراة جيدة وانا الحقيقة كل يوم بتفاقل زيادة يعني حتى من خلال تصريحات بعض اللاعبين انا كنت متخوف من جزئية الخوف واني بخش على المباراة بنفس طريقة دخلنا على مباراة البايرن وفي نسبة النهاية كأس العالم ولكن الحقيقة الردود الافعال اللي جاية من المغرب من تصريحات بعض اللاعبين على سبيل المثال محمد عبد المنعم قال انه هو النادي الاهلي مصممين وعندنا الهدف الاكبر من ساعة ما روحنا المغرب ان احنا نوصل للمباراة النهائية بغض النظر عن المنافس احنا بنحترم اكيد ريال مدريد ولكن احنا كمان النادي الاهلي الصقة دي مطلوبة يا كابتن اسلام مطلوب انك زي ما اتكلمنا انك تستمتع باجواء نصف النهاية تستمتع باجواء انك مباراة تاريخية هتكتب في التاريخ انك بتلعب ريال مدريد وبالتالي كل الامور مفتوحة ولا وجود لمستحيل في كرة القدم عمتا وعندنا امثلة كثيرة على ذلك وبالتالي جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي خاصة بتنتظر باذن الله ان شاء الله لقاء السحاب زي ما بيقولوا ان شاء الله النادي الاهلي حقق المفاجأ والجزء الثاني لو قدر الله ما حقق ناشر الفوز ان شاء الله نقدم مباراة كبيرة وده المهم تقدم مباراة كبيرة امام خصم كبير على مستوى العالم ريال مدريد اللي من خلال حلقتنا النهاردة هنسرد ونشوف قد ايه كم الاحترام وكم التقدير على مستوى المدير الفني على مستوى اللاعبين اللي بيقدروا للنادي الاهلي وعارفين قيمة النادي الاهلي كافضل نادي حتى على مستوى العالم وبالتالي الثقة دي لازم تكون موجودة في ولادنا ان شاء الله بكرا باذن الله